نبدأ نشوف النفس القرآن الكريم لما تكلم عن النفس تكلم عنها ازاي يعني كيف تحدث القرآن الكريم عن النفس ساعت كده القرآن يجي يقول في آية كده يقول لا أقسمه بيوم القيامة ولا أقسمه بالنفس ومعنى لا أقسمه بالنفس يبقى معنى كده مع أن يوم القيامة مع أن يوم القيامة يوم ليس معلوماً ليس معلوماً مكانه ولا وقته يوماً غيبي لحاجة غيبية يوماً يجهل فيه الإنسان ما سيحدث فيه من لقاءات لأن الناس على مشارب شتى ناس عندها اعتقاد أنه ما فيش عجس ما يوم القيامة الناس عندها اعتقاد أنه ما فيش آخرة خلاص احنا هناكل ونشرب ونعيش حياتنا اللي احنا عايشنا ونموت وبعد كده خلاص وحنبقى طراب تحت القصة قالوا إذا ميتنا وكنا طراباً وعظاماً أئنا؟ أئنا لما بعثون؟ هو ليس في بعث تاني لازال فريق من الناس يؤمنوا بيادة حتى الآن أن ليس هناك بعد وليس هناك آخرة حتى أن هناك فريق كبير جداً أنكر مسألة عذاب القبر أو نعيم القبر وقال له خلاص هو نزل القبر بتاعه ومات وخلصت المصلحة والكلام ده خلاص انتهى وتحول إلى طراب وتحول إلى كده فحتقول لي بقى إزاي هيعذب ولا إزاي هينعم ولا الكلام ليه الناس وسطت للمرحلة دي؟ لأنه ما عندوش دراسة كافية على معرفة النفس ولا الروح ولا العقل ولا البدن ولا القريب ما عندوش هو بيعامل بيعامل الإنسان أو الذات البشرية على ما تراه على ما يراه بعينه وإنت شايف بعينك بدن بس إنت شايف بعينك بدن فشايف إيده شايف رجله شايف عينه شايف راسه شايف شعره شايف كذا هو أنت شايفه وجهاز عصب وجهاز مش عارف دوري وجهاز هضمي وجهاز كذا هو ده اللي أنت شايفه هو ده اللي أنت بتدرسه لكن الحركة الميكانيكية اللي حصلت عشان تربط بين كل هدي الأجهزة جهاز الدوري والجهاز العظمي والجهاز كده المناعي والجهاز وكده اللي يربط ده كله ببعضه ايه اللي محرك ده كله وفجأة ممكن كل الحاجات دي توقف فجأة ممكن القلب يوقف ما نعرفش نحركه ممكن المعدة توقف ما نعرفش نستغلها نخليها تشتغل ممكن الأمعاء الدقيقة تسد في أي مكان وفي الحالة دي تحصل كوارث للإنسان إيه اللي بيحرك ده كله هل هي الروح هل هي النفس هل هو العقل هل هو القرين إيه اللي بيحرك ده كله فعشان كده القرآن دايما يلفت نظرك للقضية دي يقول وفي أنفسكم الآية بتقول كده وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا خيبوس على نفسك وفكر مين بيحرك ده مين بيحرك تعرفش أنا حرك لك إيدي أنا دلوقتي أو حرك صباعي أو أقفله أو الكلام ده قصة كبيرة جدا قصة كبيرة جدا إن في مخ وفي مخيخ وفي إشارة تصدر من المخ مش عارف لفين وتبعت للإيد والإيد تتحرق كل الكلام ده اللي بيحصل في أقل من لحظة بسيطة وإحنا بنعمل ملايين الحركات في أوقات بسيطة جدا كل دي إشارات بتروح للمخ بتروح للقلب بتروح للعق بتروح للإيد بتروح للصباع بتروح لكذا من لكذا 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 كل هذه الأمور المسائل دي مين يحركها إيه اللي بيحركها حتى إنت لما تفكر حتى في مسألة في مسائل حتى تشكيلك إنت النفسي لما القرآن يقول وفي أنفسكم أفا لا تبصرون طب بص كده إنت على دراعي كده دراعي ده فيه مفصل من هنا وفيه مفصل من هنا وكل أسبوع فيه مفصل من المفصل طب تخيل لو ربنا خلأك من غير المفصل ده بتاع الكوع ده بتاع المفصل ده اللي إنت هتفضل ماشي كده عامل كده طب لو عايز تأكل بقى إيدك روح إزاي هتوصل إزاي لبقك ما هو لازم إيدك تتني طب مش هتتني طب تخيل لو دي ثابتة من غير ما يبقى فيها مفصل هنا مفيش مفصل وإيدك هتفضل عاملة كده طب إنت لو عايز تحط الأكل لو تشيله لو عايز تقلب إيدك كده لو تعدل كده تعمل ده كله إزاي تخيل القرآن بيقول لك كده وفي أنفسكم أفلا تبصرون طب إنت فكر في نفسه فالذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه وما يدور في القبر نظروا إلى الذات البشرية من النقطة المادية فقط من مسألة الأجهزة التي تركب منها الجسم من مسألة الأكل والشرب والنفس بس هو بصل ده بصل هيت تديف فقط لكن ما بصش لمسألة تامية مسألة النفس اللي موجودة مسألة الروح اللي بتسري في جسد الإنسان وأحيانا تخرج منه ترجع كل ده هنعرفه ما بصش لمسألة العقل اللي هي بتقول للإنسان إن ده قلم وإنت ينفع إنك تكتب به لكن ما ينفعش إنك تحط الألم ده في عينك العقل يقول كده ما ينفعش إنك تحطه في عينك ما ينفعش تحط الألم ده بؤك كده وتحشره أو تاكله وتبلعه لأ مش هينفع الكلام ده كله فالعقل هو اللذي جعلك تميز بين هذه الأمور مع إن انت أخد بالك تجيب بعود أصب نفس الحكاية نفس حكاية الألم أهو والتاني اسم عود أصب بس الفرق إن عقلك قالك إن عود الأصب لما تحب تاكله حتقشره وإنت حتقعد تعضعض عليه بسنانك عشان تمتص السائل اللي موجود فيه تمه ده قلم وفيه سائل والسائل ده حبر لكن عقلك لا يقول لك إنك إنت تاخده وتمتص هذا الحبر وتشربه لأنك تعرف أنه سام ولا يسطح للطعام ولا للشرب الذي يجب تميز ما بين الأمرين هو العقل هو زاك العقل فنظرة الإنسان للذات البشرية ما ينفعش تبقى نظرة لبدن ما ينفعش تبقى نظرة لبدن ما ينفعش تبقى نظرة إنما دي نظرة قاصرة عشان كده هو أتكلم في نقطة وساب النقاط الأخرى ما ينفعش تبقى نظرة لبدن